السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نكمل موضوع تدخلات العلاجية الخاصة بالطرابط التواصل ونتحدث الآن عن اجواءات وتعالى الدريبات خاصة بالاطفال اللي بيعانوا من تأخر الكلام او تأخر اللغة بصفة عامة ونحن قلنا ان ده بيقيسوا اختبارات الحصيلة اللغوية وموضوع الحصيلة اللغوية من الموضوعات المهمة دلوقتي وان شاء الله يكون لها اثر جيد في علاج الطرابط التواصل اول شيء في الاجراءات الخاصة بتعليم الاطفال المتأخرين عندنا الترسوة في الحديث والترسوة في الحديث الترسوة في الحديث بيعني ان احنا بنتحدث مع الطفل ونشجعه على الكلام ونخليه بالنسبة له ان الكلام ده شيء محبب بالنسبة له ماهوش ونحاول ان احنا زيما انا قلت الاستثارة اللغوية يكون في الاستثارة اللغوية وتسأله يبدأ طب يبدأ عليك طب تقول له ليه وهكذا فيه كمان الكلام الموازي والكلام الموازي نشوف الطفل وهو صامت مثلا بايه الفكرة اللي عنده ونخليه انه يبدأ يقلد الكلام اللي بيقوله المعالج وهكذا فيه كلام ازاتي ان احنا نضرب الطفل على التحدث مع نفسه اللي هو الانر فويس احنا بنقول عليه والانر فويس ان هو يعني التحدث الداخلي ان هو يحاول ان هو يتكلم نفسه من الداخل او يفكر في الكلمات وبعد كده ان هو ايه ينطقها وبعض الاحان المشكلة دي بيكون لها الطوائد بيكون لها بعض المشاكل ان هي بتخليه الى حد ما يفكر او يتودد في الكلام ولكن احنا بنحاول ان هو يعني يمشي في الاتنين مع بعض بطبيعة ان شاء الله تكون ايه افضل طيب بعد كده كمان عندنا اجراءات تعليم التعبيب الشفاوي ودي موضوع مهم وده بيبدأ مع الاطفال صغار السن ان احنا بنخليه يسمي الاشياء الموجودة داخل بيته او داخل غرفته ونبدأ بالاشياء اللي داخل البيئة جميل الاشياء اللي هو عارفها عشان نزود الكلمات عندها وكم الكلمات فيه كمان الكلمات المفقودة وان احنا نحاول ان احنا نعطي الطفل مثلا بعض الجمل للشفاوية ونقول له طب كذا يعني مثلا لو اتكلمنا عن الباب مفتاح الباب او افتح الباب وهكذا تصنيف الكلمات ان احنا نتدي له بعض الكلمات ويحاول انه يصنفها الاشياء الخاصة مثلا بالبيت الاشياء الخاصة بالمدرسة وموضوع تصنيف الكلمات ده موضوع مهم لانه بيدي له انه يفكر ويحاول انه يحلل الكلمات اشتركوا في القناة